اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما اذا كان ان عدد فردي فان نهاية عند اكس تقول الى سالب ما لا نهاية يساوي سالب ما لا نهاية هذا في حالة ماذا؟ اذا كان ان عدد فردي لاحظ معي هذا التنفيذ البياني نلاحظ أن X تأولي إلى سالب ما لا نهاية فإن النهاية تكون ماذا؟ يساوي سالب ما لا نهاية إذن X أو S N إذا كان N زوجي فإن النهاية تكون موجب ما لا نهاية أما إذا كان N فردي عندما X تأولي إلى سالب ما لا نهاية فإنه يساوي ماذا؟ يساوي سالب ما لا نهاية نأتي إلى نهايات دوال كثيرات الحدود عند المالة نهاية إذا كان لدينا PX دالت كثيرة حدود يساوي ANXN زائد النقاط إلى أن نصل إلى الحد اللي قبل الأخير وهو A1X زائد A0 دالت كثيرة حدود فإن ماذا؟ فإن نهاية PX عندما X تقول إلى موجب باند نهاية يساوي نهاية ANXN عندما X تقول إلى مالة نهاية AN هذه نخرجها بره النهاية تكون AN نهاية XN عندما X تقول إلى موجب مالة نهاية بنفس الطريقة عندما X تقول إلى سالم مالة نهاية إذن نهاية PX عند X تقول إلى سالم مالة نهاية يساوي نهاية ANXN عندما X تقول إلى سالم مالة نهاية يساوي نطلع الAN بره ساوي AN نهاية XN عندما X تقول إلى سالم مالة نهاية إذن باختصار لو أتانا دالة كثيرة حدود PX فإن نهاية هذه الدالة نذهب إلى أكبر أس عندي اللي هي ANXOSN ونخرج AN برد نهاية فنأتي الآن بنهاية الـ XOSN فقط بدون أن نأخذ الحدود الباقية نأتي إلى خواص المال لنهاية والسالم مال لنهاية إذا كان لدينا A زائد مال لنهاية فهذه تساوي مال لنهاية إذا كان A زائد سالم مال لنهاية يكون عندي سالم مال لنهاية مال لنهاية زائد مال لنهاية يساوي موجة مال لنهاية سالم مال لنهاية زائد سالم مال لنهاية يساوي سالم مال لنهاية أما مال لنهاية ناقص مال لنهاية فهي كمية غير معينة هذا في حالة الجم والطرح أما في حالة الضرب فإن A في مالة نهاية يساوي مالة نهاية A في سالب مالة نهاية يساوي سالب مالة نهاية هذا في حالة إذا كان A موجبا إذن في حالة A إذا كان A سالبا فإن A في موجب مالة نهاية رح يكون عندي سالب مالة نهاية لأن سالب في موجب يعطيني سالب هنا سالب في سالب يعطيني موجب مالة نهاية أما صفر في مالة نهاية وصفر في سالب مالة نهاية فهي كمية غير معينة تفكروا أن نهاية الدالة المجملة النهاية والسالب مالنهاية لا يعني أنها موجودة ولكنه وصف لسلوك منحناها فإما أن تكون متزايدة بلا حدود أو متناقصة بلا حدود هيا بنا لنأخذ بعض الأمثلة والتمارين مثال احسب كل نهاية مما يأتي نهاية ناقص X تكعيب ناقص 4X تاربيع زائد 9 عندما X تقول إلى موجب مالنهاية إذن نكتب الجملة كما هي بعد ذلك عندي قاعدة سابقة نهاية الدالة عندما X تقول إلى موجب مالنهاية الدالة هذه كثيرة حدود نأتي بفقط السالب X تكعيب ونأخذ نهايتها إذن يساوي نهاية السالب X تكعيب عندما X تقول إلى موجب مالنهاية بعد ذلك المعامل عندي نخرجه خارج النهاية وبالتالي يساوي ناقص نهاية X تكعيب عندما X تقول إلى موجب مالنهاية طبعا نهاية A أو S N عندما X تقول إلى موجب مالنهاية طبعا هنا يساوي كم يساوي سالب مالنهاية إذن نهاية هذه الدالة يساوي سالب مالنهاية تدريب احسب نهاية هذه الدالة لنهاية 4X6 زائد 3X5 ناقص X عندما X تقول إلى سالب مالنهاية طبعا سنكتب النهاية كما هي بعد ذلك نأخذ نهاية أكبر X عندي وبالتالي نهاية 4X6 عندما X تقول إلى سالب مالنهاية نخرج الأربعة خارج النهاية إذن أربعة نهاية X أو S 6 عندما X تقول إلى سالب مالنهاية بعد ذلك عندي X تقول إلى سالب مالنهاية هو الأس زوجي إذن ستصبح عندي هذه النهاية كم أربعة في مالنهاية يساوي مالنهاية لأن A في مالنهاية يساوي مالنهاية إذن نهاية هذه الدالة عندما X تقول إلى سالب مالنهاية كم يساوي مالنهاية تدريب آخر احسب هذه النهاية نهاية 2x-6x تربيع زائدا 4x5 عندما x تقول إلى موجب مالا نهاية نكتب الدالة كما هي ونأخذ أكبر x عندي وأكبر x عندي هو ماذا هو 4x5 إذن نهاية 4x5 عندما x تقول إلى موجب مالا نهاية نخرج 4 خارج النهاية يصبح عندي 4 نهاية x5 عندما x تقول إلى موجب مالا نهاية وتساوي 4 في مالا نهاية تساوي مالا نهاية إذن نهاية هذه الدالة كم تساوي؟ تساوي مال نهاية إلى حساب النهايات عند المال النهاية ونهاية دالة المقلوب نهاية دالة المقلوب عند موجب أو سالب مال النهاية هي ماذا؟ هي صفر هذا التنفيذ بالأحمر هو نهاية دالة المقلوب سواء كانت بالموجب أو بالسالب إذن دائما نهاية الدالة المقلوب تقول إلى الصفر وشكل دالة المقلوب طبعا هنا نهاية واحد على اكس عندما اكس تقول إلى موجب ماذا نهاية ونهاية واحد على اكس عندما اكس تقول إلى سالب ماذا نهاية يساوي كم يساوي صفر إذا النتيجة لأي عدد صحيح موجب إن فإن نهاية واحد على اكس أس إن عندما اكس تقول سواء كانت موجب أو سالب ماذا نهاية فهي تساوي ماذا تساوي الصفر تعالوا نأخذ ملخص للمالة نهاية إذن نهاية الدوال النسبية عند المالة نهاية عندي ثلاث حالات إذن يوجد لدينا ثلاث حالات لدراسة نهاية الدوال النسبية عندما تؤدى الـ X عنده أو إلى المالة نهاية الحالة الأولى عندما تكون درجة البسط أقل من درجة المقام فالنهاية تساوي 0 أما إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام فيوجد لدينا حالتان إما معامل الحد الرئيسي موجب بالتالي أنه تكون النهاية كم؟ تكون النهاية ما لا نهاية طيب إذا كان معامل الحد الرئيسي سالب فإن النهاية تساوي سالب ما لا نهاية هذا في حالة تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام أما إذا كانت درجة البسط تساوي درجة المقام فالنهاية يساوي المعامل الحد الرئيسي للبسط قسمة معامل الحد الرئيسي للمقام هيا بنا لنأخذ بعض الأمثلة على ذلك مثال احسب كل نهاية مما يأتي نهاية 5 على x ناقص 10 عندما x تقول إلى سالب ماذا نهاية من الملاحظة لدينا أن درجة البسط أقل من درجة المقام على طول ستكون النتيجة كم؟ ستكون النتيجة يساوي صفر إذن نهاية هذه الدالة كم يساوي يساوي صفر تدريب احسب النهاية التالية نهاية سالب 3x تربيع زائد 7 على 5x ساعد 1 عندما x تقول إلى موجة ما لا نهاية من الملاحظة لدينا أن x تقول إلى موجة ما لا نهاية درجة البسط أكبر من درجة المقام إذن سيكون النتيجة يساوي سالب ماذا نهاية لأن معامل أكبر أس عندكم سالب إذن سالب ماذا نهاية تدريب آخر احسب هذه النهاية نهاية 7x تكعيب ناقص 3x تربيع زائد 1 قسمة 2x تكعيب زائد 4x عندما x تقول إلى موجة ما لا نهاية طبعا من الملاحظة لدينا أن x تقول إلى موجة ما لا نهاية هو درجة البسط تساوي درجة المقام إذن النهاية تساوي معامل أكبر أس للبسط على معامل أكبر أس للمقام إذن 7 على كم؟ 7 على 2 إذن سنأخذ الآن نهايات المتتابعات ما هي المتتابعة؟ المتتابعة هي دالة مجالها مجموعة من الأعداد الطبيعية ومداها مجموعة من الأعداد الحقيقية ونهاية المتتابعة غير المنتهية هي نهاية الدالة عندما إن تقول إلى موجة ما لا نهاية سنأخذ أمثلة على نهايات المتتابعات احسب نهاية كل متتابعة مما يأتي إن وجدت a-n يساوي 4 على إنتر بيع زائد 1 سنأخذ نهاية هذه المتتابعة إذن نهاية 4 على إنتر بيع زائد 1 عندما إن تقول إلى موجة ما لا نهاية من الملاحظة لدينا أن درجة البسط أقل من درجة المقام وبالتالي نهاية هذه المتتابعة عندما إن تقول إلى موجة ما لا نهاية كم يساوي يساوي صفر لأن درجة البسط أقل من درجة المقام تدريب آخر احسب هذه النهاية لهذه المتتابعة بإن يساوي 2-n تكعيب على 3-n زائد 8 إذن نهاية 2-n تكعيب على 3-n زائد 8 عندما إن تقول إلى موجة ما لا نهاية بما أن درجة البسط أكبر من درجة المقام فبالتالي نهاية 2 إن تكعيب على 3 إن زائد 8 عندما إن تقول إلى موجب مالا نهاية كم تساوي على طول موجب مالا نهاية سنذهب إلى التقويم والأمثلة الاختيارية نهاية X6 زائد 5 X ناقص 2 عندما X تقول إلى موجب مالا نهاية هل هي مالا نهاية أم سارب مالا نهاية أم صفر أم واحد طبعا نهاية X6 عندما X تقول إلى موجب مالا نهاية يساوي كم يساوي مالا نهاية لأن أخذنا قاعدة حنا إذا كان لدينا دالة كثيرة حدود فإن نهاية الدالة هذه كثيرة الحدود عندما X تقول إلى موجب مالا نهاية نأخذ أكبر X عندي ومعامله وأكبر X عندي ومعامله هو X6 إذن على طول إذا كان لدينا X6 عندما X تقول إلى موجب مالا نهاية فهذه النهاية كم تساوي؟ تساوي ما لا نهاية إذن الإجابة هي ماذا؟ الإجابة هي الأي مثال آخر اختياري نهاية الأربعة إكس زائد خمسة على ثمانية إكس نقص ثلاثة عندما إكس تقول إلى موجب ما ذا نهاية كم تساوي؟ هل هي أربعة؟ أم ما لا نهاية؟ أم صفر؟ أم نص؟ بما أن درجة البسط تساوي درجة المقام فبالتالي سنأخذ معامل أكبر أس للبسط على معامل أكبر أس للمقام أربعة على ثمانية كم تساوي؟ أربعة على ثمانية تساوي نص إذن الإجابة الصحيح هي ماذا؟ هي الد ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا نهاية دوال القوى عند المال نهاية إذا كان لدينا الحادة الأولى نهاية إكس أس إن عندما إكس تقول إلى موجب ما لا نهاية هذه تساوي ما لا نهاية أما إذا كان لدينا نهاية إكس أس إن عندما إكس تقول إلى سالب ما لا نهاية فهذه تساوي موجب ما لا نهاية في حالة إذا كان عندي إن عدد زوجي أما إذا كان لدينا نهاية إكس أس إن عندما إكس تقول إلى سالب ما لا نهاية وكان الN فردي إن النتيجة كم تساوي؟ تساوي سالم ماذا نهاية هذا في حالة إذا كان الN عدد فردي ونهاية الدوال لكثيرة الحدود عند الماذا نهاية إذا كان لدينا دالة PX وPX هي دالة كثيرة حدود عندما X تقول إلى موجب أو سالم ماذا نهاية نقوم ونأخذ أكبر S عندي ومعامله وأكبر S عندي ومعامله هو XSN ومعامله هو AN نجي ونخرج الـ AN خارج النهاية إذن يساوي AN نهاية X شastes N عندما X تقول إلى موجب أو سالب مالة نهاية ونهايات دوال المقلوب عند المالة نهاية كم تساوي؟ تساوي 0 عندما X تقول إلى موجب مالة نهاية أو X تقول إلى سالب مالة نهاية وتعلمنا أيضاً ثلاث حالات لدراسة نهاية الدوالة النسبية عندما تقول إلى المالة نهاية الحالة الأولى إذا كانت درجة البصف أقل من درجة المقام فالنهاية كم يساوي يساوي صفر حالة الثانية إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام فبالتالي يوجد لدينا حالتان إما المعامل يكون موجب فالنهاية يساوي موجب مدى النهاية أما إذا كان المعامل سالب فالنهاية كم تساوي سالب مدى النهاية أما إذا كانت الحالة الثالثة درجة البسط تساوي درجة المقام فالنهاية هي معامل الحد الرئيسي للبسط قسمة معامل الحد الرئيسي للمقام بهذا نكون قد انهينا موضوعنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن إنصاتكم ومشاهدتكم أعزاء عن الكرام إلى اللقاء في دروس أخرى من دروس عين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة